في الختام نذكركم بأنكم تلتقون مساء غد الأحد على ساعة التاسعة والنصف مع حلقة جديدة من برنامج مع المغرب من واشنطن في هذه الحلقة يتناول مقدم البرنامج السفير والناطق الرسمي الأسبق باسم الخارجية الأمريكية أدم إرلي يتناول مع ضيفيه موضوع العلاقات الأمريكية المغربية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية حيث تؤكد سارا يوركيس كبيرة الباحثين بمعهد كارنيجي للسلام بواشنطن أن متانة العلاقات الأمريكية المغربية لا تتأثر بالانتماء الحزبي لرئيس الولايات المتحدة الآن أتحول إلى ضيفة الحلقة سيرا لقد سمعت لما قاله جديا سيرا عندما أشار إلى أنه تاريخيا لا فرق بين الديمقراطيين والجمهوريين في طريقة التعامل مع المغرب فالعلاقات بين البلدين تحافظ على قوتها دائما وأنت بحكم كونك باحثة للأوضاع في شمال أفريقيا وأيضا للسياسة الأمريكية كيف تفسيرنا ذلك؟ شكرا جزيلا لاستضافتي أعتقد أن كلا الحزبين يقفان بمسافة واحدة من المغرب لعدة أسباب فالمغرب أثبت أنه شريك قوي وأحد الحلفاء الذين يمكن للولايات المتحدة لاعتماد عليها رأينا ذلك في التعاون بشأن مكافحة الإرهاب والتعاون في مكافحة التطرف رأينا أيضا ذلك في التعامل الاقتصادي حيث أن هناك اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين ما يعتبر مصدر حسد من بعض الأطراف في المنطقة وأظن بمرور الوقت رأينا لعقود متعاقبة خاصة الإدارات السابقة وجود قوة وثبات وتنام في العلاقات بين البلدين لأننا نثق في بعضنا البعض والعلاقات تقوم على احترام المصالح المشتركة بين البلدين